تنططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط تخيل وزير وزير الدفاع عراقي ألقوا القبض علي بالسويد لأنه ياخذ معونه وهو وزير الدفاع شوف انت احنا وين رايحين وزير الدفاع يلقون القبض علي بالسويد لأنه هو مقدم على اللجوء بال2009 وبال2015 مااخذ الجنسية السويدية وبال2019 صار وزير الدفاع والسويد ما تدري به تدفع له راتب إعانة لأنه شبير بالعمر ما يقدر يشتغل تخيل احنا مسلمين وزارة الدفاع إلى واحد ناصب على دولة السويد ياخذ راتب إعانة وما قايل لهم أنا وزير الدفاع اسمع ألقت شرطة الحدود السويدي القبض على وزير الدفاع العراقي السابق نجاح الشمري في مطار أعلندا بستوكولم يوم أمس الاثنين بحسب تقرير لتلفزيون تيفي فيرا السويدي السبب في ذلك أنه الوزير العراقي السابق متهم بالتحايل على النظام الرفاهية بالسويد من خلال حصوله على مساعدة منذ العام 2019 وبنفس الوقت كان هو بيحصل على راتب من الدولة العراقية كونه هو وزير الدفاع بالحكومة يذكر أنه الشمري حصل على الإقامة بالسويد عام 2009 وحصل على الجنسية السويدية عام 2015 قبل ما يعود للعراق للعمل كوزير للدفاع بالحكومة العراقية طبعا الشمري كان نفع بوقت سابق هاي الاتهامات الموجهة له بالحصول على المساعدة وأيضا الراتب من الدولة العراقية بنفس الوقت وهذا شيء مخالف للقانون السويدية وعد بأنه يقدم شكوى بحق الصحف والمواقع العلامية لا 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 تعال 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 طيني لي وراء تعال تعال رح قدم شكوى براحتك تعال لما انتشنت وزير الدفاع شغل الفيديو لما انتشنت وزير الدفاع تمام بالالفين وتساطعش انت شن تاخذ معونة من الحكومة السويدية تخيل ناصب على السويد وإحنا بالعراق نسوي وزير الدفاع يعني احنا نسوي النص عامية مسؤولين وهسا حاليا هو طالع كفالة وهذا دا شوفون هايا ياخذ بنا وهايا اللي همالته دا شوفون ياخذ معونة من السويد وهو وزير الدفاع ترجمة نانسي قنقر